السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من عالم المشروع 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 المشروع. بازن الله النهاردة انا هشرح حاجة مهمة جدا قوي للناس كلها اللي بتشتغل في المزالة عن المشروع او لسه عاوز يتعلم. آآ والكلام ده مهم جدا. طبعا في الفيديو اللي انت هتشوفوه دوت. النهاردة اعطيكم حاجة اسمها الصدمة. الصدمة ديت اللي احنا بنبدأ من البطرة التحديد لغاية ما يطلع معنا انتاج. فده احنا بنعمل حاجة بنغير درجات الحرارة من كانت وصلت من تلاتة وعشرين لغاية خمسة وعشرين لغاية الكمبوست ما يوصل معنا لغاية تمنتاشر وتسعتاشر. وده بتيجي بالتدريج بالمراحل. انت هدخل هوى عشان يبدأ يطلع المشروع. طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو. احنا هنا كده خلاص يعني كده بالزبط ان شاء الله يوم او يومين بيبدأ نفتح الهوى. وبيفتح بالتدريج. فطبعا البطموس دلوقتي ده بدأ يظهر في المالسليم جامد. آآ كويس. ظهر كويس. هيبدأ يطلع المشروع. الكيس كله ابيض زي ما انتم شايفين كده. فبنبدأ مرحاة الصدمة. محاة الصدمة ديه بنبدأ درجات الحرارة بناخدها بالتدريج. بعلم المالسليم زي ما انتم شايفين في البطموس بيظهر جامد. بنبدأ نعمل صدمة للكمبوست. هنبدأ بنزل درجات الحرارة كل يوم بنزل درجة. يعني احنا لو عاملين درجات الكمبوست وصلت 25 زي ما بنزل درجة. لغاية ما الكمبوست معانا يوصل درجاته لغاية 19. فنفس الوقت بنفتح الهوى. بنفتح الهوى بالتدريج. الهوى بنفتحه. كل يوم ممكن نفتح ساعتين بالليل. او نفتح ساعة بالنهار. وممكن نفتح كل ربع ساعة يشتغل معانا ربع ساعة. شفت المالسليم بيبدأ انتشر جامد في البطموس ازاي? هو ادوة الشغل الصح. اللي انت تخلي الخيوط البيضة او المالسليم تنتشر في البطموس من فوق بعد ما بتطلع بعد ما بنحط البطموس تظهر معانا كده. فدي بتدينا نتيجة كويسة جدا. في التغطية وبتدينا انتاج كويس. اما انا احدا كويس يديني شغل كويس. طبعا النقطة ديت بتفرق معانا في الشو. وبتفرق معانا في الانتاج. فكلمة الصدمة ديت كلمة مهمة جدا. اللي انا من ساعة التحضين لساعة الانتاج. وبسم الله ما شاء الله تبدأ يطلع عاك مشروم كمية رهيبة في الانتاج. والشغلة هيكون تمام. ودي بص المالسليم انتشاره عامل ازاي في البطموس. بيكون انتشاره بطبيعة كبيرة. بيظهر زي نظام حبيات مشروم. بالزبط يومين تلاتة احنا كده لسنا فتحناش الهواء. هنبدأ نفتح الهواء كمان يومين. بالزبط. ويبدأ يظهر معانا حبيات المشروم. كل يوم هننزل درجة. كل يوم ان شاء الله بنبدأ ننزل درجة. لغاية ما الكمبوست معانا يوصل لغاية 18 او 19. اول ما الكمبوست يوصل للدرجة دي. بنبدأ نفتح الهواء. والهواء بنفتحه يوميا. كل يوم نفتحه ساعتين. لغاية بنبدأ نفتح الهواء على طول او ما بيظهر معانا المشروع. ورية ساعة التحويل. فلازم كل ياخد باله من النواتة دي المهمة جدا 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 جدا.